أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه عاد مؤسسة سيادية واحدة بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين شرقي وغربي البلاد بسبب الصراع الدائر في ليبيا تأتي الخطوة عقب اجتماع في العاصمة ترابلوس بين محافظ البنك عمر الكبير ونائبه شرقي البلاد مرعي رحيل تفق الجانبان على مواصلة جهودهما لمعالجة تدعيات الانقسام والذي استمر لسنوات وأشار إلى أن الخطوة تأتي تتويجا للجهود الأخيرة التي بذلتها أطراف النبية نحو توحيد المصرف المركزي